أنه مدام بتتكلم على بطولة واحدة من بطولات الأوروبية يعني على مستوى العندية لازم تلاقي نادي إيطالي على أقل وصل واحد من أطراف المباراة النهائية وكان الميلان من 15 سنة مثلا أنا يعني لو إذا كلا ما خلتنيش لغاية المباراة اللي خسروا فيها نهائي دوري الأبطال قدام ليفر بول الريمونتادة العظيمة بتاعة ستيفان جيرارد وارفاقه من اللحظة دي تراجع شديد جدا لكل العندية الإيطالية عمالقة إيطاليا الإنتر اليوفي الميلان اللي الحقيقة بقوا بيعانوا بشكل كبير جدا على مستوى البطولات الأوروبية خليني أروح أكتر لتفاصيل مرتبطة بالأندية الإيطالية باليوفانتوس كمان على وجهة التحديد وبالكرة الإيطالية مع المنتخب الإيطالي طبعا مع واحد من أكبر نجوم اليوفي اللي تقلقوا واحد من أفراد الجيل الدهبي اليوفي وكمان زي ما قلت لكم في بداية الحلقة مش بس مشواره ممتد أو كان ناجح مع يوفانتوس ومع المنتخب إيطاليا كلاعب لكن كمان وصل ده بشكل كبير مع أنتونيو كونتي كمدرب وقاد اليوفي لتحقيق بطولات زي بطولة الكلش وكاس إيطاليا ونجح بشكل كبير جدا لما طلع خارج الحدود الإيطالية مع فرق زي سبارتك موسكو وزيك آيك أثنا الحقيقة ماسيمو كاريرا يكون طبعا ضفنا النهاردة في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية طبعا بشكرك على وجودك معنا وأهلا بك على شاشة النادي الأهلي في السادسة شكرا لكم مساء الخير لجمهير النادي الأهلي فخور بزورة على قناة النادي الأهلي أعلم أن الأهلي الأعظم في أفريقيا والأعظم في الوطن العربي الأهلي ساني أكثر لانديها تتويجا في العالم بالبطولات القرية بعد ريال المدريد ولهذا وفقت على هذا الحوار شكرا لك وخليني أبدأ معك الحوار بداية خليني أبدأ من الحدث اللي لفت عشاء الكرة في العالم كله اختيار جايزة The Best اختيار الفيفا الأفضل لاعب في العالم يمكن الجايزة دي راحت لأحد الإيطاليين في مركز حراس المرمى وهو جان لويجي دون روما لكن خليني أشوف وجهة نظر ماسيمو كاريرا في اختيار الأفضل على مستوى العالم كاليفاندوسكي طبعا ومن قبله ميسي في البالون دور إزاي بتشوف أحقية الإسمين دول في التتويج وإزاي بتقيم معايير الإختيار في مسابقتهم بالحجم ده بالنسبة لاختيار جايزة The Best واختيار روبرت ليباندوسكي تم اختيار روبرت ليباندوسكي لأنه يستحق التتويج بهذا اللقب لأن روبرت ليباندوسكي أحرز العديد من الهداف الحاسمة وساعد فريقه بطريقة عظيمة جدا في الحصول على بطولة الأوروبية Champions League والدور الألماني طبيعي إحنا كمصريين نزعل على عدم اختيار نجم بحجم محمد صلاح رغم أنه نقدم واحد من أفضل مواسمه مع ليفر بول لكن خليه أسألكم عن شعوركم أنتو كإيطاليين في ظل غياب إسم زي دورجينيو لعب نجح وتقلق بشدة مع فرقته تشلسي ووصل لتحقيق لقب دوري الأبطال ونجح أيضا مع إيطاليا وكان أحد نجومها البارزين جدا في بطولة اليورو ورغم ذلك لم يشملوا الاختيار بالنسبة لدون روما دون روما تم اختياره كأفضل حارس مرمى في العالم لأنه يستحق ذلك فاز مع إيطاليا باليورو وقدم هذا عظيم مع الميلا قبل انتقاله إلى باريس سان جرمان وأعتقد أن دون روما سيفوز بهذه الجائزة لسنوات قادمة كذلك لكن سؤالي تحديدا عن جورجينيو لأنه على مستوى إيطاليا قدر يفوز مع إيطاليا باليورو وعلى مستوى الأندية قدر يحقق مع تشلسي لقب صعب جدا وهو لقب الشامبينز ليج للأسف جورجينيو وإخفاق جورجينيو في سلاس دربات جزاء قد أبعدت جورجينيو عن السباق لكن جورجينيو في تشلسي يقدم أداء عظيم وقدم أداء عظيم جدا مع منتخب إيطاليا في البطولة الأوروبية لكن للأسف إضاءة جورجينيو لدربات الترجيح السلاس أمام سويسرا هي من ضاعت على جورجينيو الأمام أوشاء الكرة الإيطالية طبعه طبعا نهائي السوبر الإيطالي مبارح ويمكن المواجهة اللي جمعت بين اليوفي والإنتر وانتهت في الثواني الأخيرة لحساب الإنتر بطولة السوبر الأوروبي ومباراة السوبر الأوروبي هي مباراة طلعة من مباراة واحدة مباراة يجلب عليها الطابع التكتيكي أكثر المباراة بدأت بطريقة عظيمة من اليوفي اليوفي بدأ بالتسجيل لكن الإنتر عادة لأن الإنتر معه عظيم يدعى السيموني إنزاجي قام بترتيب أوراكه سريعا جدا والكل كان أطاقع أن المباراة ستأزب لدربات الترجيح أنت كنت واحد من نجوم اليوفي وحققت مع اليوفي في مشوارك سواء كلاعب أو كمدرب عدد كبير جدا من الألقاب لكن يبدو أنه ومع بداية فترة تولى فيها أندريا بير للمسؤولية الفنية بدأت معاناة اليوفينتس على مستوى البطولات المحلية بداية واستمرت المعاناة مرحلة المعاناة دي حتى مع وجود اسم كبير زي ماسيميليانو أليجري من وجهة نظرك إيه مشكلة اليوفي ولماذا استمرت معاناته على مدار موسمين في النسبة لي أنت تتحدث عن حجبتين مختلفتين وزيما تحدثنا عن مص مكررة مع أنتونيو كونتي وحجبت أنتونيو كونتي لكن مع مص مينيليانو أليجري تبدو أن موسيقى تشامبيوز ليجا تبدو أكثر هدوءا وأكثر إمتاعا لمس مينيليانو أليجري الذي يقدم أداء رائع مع اليوفي في دور الأبطال لكن للأسف اليوفي مستوى متزفزب مستوى ضعيف جدا في الدور الأيطالي يفوز يفوز ويتعادل ويخسر كنت في بداية كلامي وأنا بقدمك بكلم على قوة وسطوة فرق الإيطالية بشكل عام الإنتر ويوفي الميلا في فترة من الفترات كان لابد دايما تلاقي فريق إيطالي إما متوج أو على أقل في نهاية بطولة من البطولات الكبرى على مستوى أوروبا غابت الأندية الإيطالية لفترات طويلة هل تتوقع أن الموسم ده يشهد عودة أو منافسة قوية من الأندية الإيطالية في مختلف البطولات سواء اليوفي والإنتر في الشامبيونز ليج أو أتالانتا ونابولي ولاتسيو في اليوروبا ليج أو حتى روما في الكونفرنس ليج هناك شيء نهم هو أن جميع الأندية التي تأهلت لدور الأبطال كلهم مؤهلين لكي يفوزون بدور أبطال أوروبا لكن إذا ما تحدثنا عن اليوفي والإنتر أخص الإنتر بالكلام الإنتر لديه المؤهلات لكي يفوز بدور أبطال أوروبا الأمر قد يكون صعب لكن اليوفي قد يكون بعيد كل البعد عن الفوز بدور أبطال أوروبا لأشياء كثيرة أنا أتمنى أن يفوز الإنتر أو يفوز اليوفي لكن يجب أن نكون أكثر إقناعا ويجب أن نكون أقوى من فرق عظيمة مثل مانشستر سيتي وليفربول لكن الأندية الإيطالية للأسف تمر بمشاكل عديدة أتمنى أن يفوز الإنتر أو اليوفي لكن قد يكون صعب قبل منقل المنتخب الإيطالي يمكن سؤال محير إنسيني نجم منتخب إيطاليا اللي لفت الأنظار ليه بشدة في بطولة اليورو وأعتقد يمكن كان النجم الأهم والأبرز إزاي بتشوف انتقاله لتورونتو والكندي وكتير كانوا بيتوقعوا أنه على أقل لو ملعبش الواحد من الفرقة الإيطالية الكبيرة من الممكن يكون عنده فرصة أن يلعب لواحد من أندية الدوري الإنجليزي أو الأسباني ورغم كده فضل أن يروح لتورونتو ودي علامة استفهام أو لكندا على وجه التحديد علامة استفهام كبيرة رأيك في أمانية الانتقال دي وهل ما فيش فريق إيطالي عنده القدرة عن أن يستقطب أو ينتدب خدمات إنسيني؟ للأسف أنا تفاجأت وكانت مفاجأة كبيرة لي أن ينتقل لورنزو إنسيني إلى كندا وأن يترك الدور الإيطالي من أجل فريقها كذا في كندا وليس تقليل من الفريق الكندي لكن أن تتحدث وتتابع الدور الإيطالي والكرة الإيطالية أن لورنزو إنسيني يعتبر من المواهب الأكثر أهمية في الكرة الإيطالية وللمنتخب الإيطالي كانت بالنسبة لي؟ بمناسبة الكلام عن المنتخب الإيطالي وخليني أسألك طبعا هي كانت صدمة العشاء الأجزوري عدم قدرته على التأهل مباشرة لكاس العالم وخصوصا في مرحلة كان الناس كلها متوقعة أنه مش بس هيوصل كمان أنه ممكن ينافس على لقب بطولة كاس العالم لكنه لم ينجح في التأهل مباشرة ودخل في ملحق في مواجهة صعبة جدا ومنتظرة أيضا أمام المنتخب البرتغالي إزاي بتشوف فرص المنتخب الإيطالي؟ البرتغال فريق كبير ولكن إيطاليا هي بطل أوروبا يجب قبل أن يتحدث أي فرد عن المنتخب الإيطالي يجب أنه يتحدث عن البطل أوروبا وإيطاليا ستمر من مرحلة البليوف أنا مطمئن وجميعنا في إيطاليا نتعاون من أجل أن تمر إيطاليا إلى مرحلة البليوف وسنعبر وسنتأهل المنديال هل تعتقد أنه في حالة عدم قدرة إيطاليا على التآهل تكون نهاية مرحلة منسيني مع المنتخب الإيطالي؟ لا بالنسبة لي إن كنت أنا من سيكرر هذا الشيء حتى وإن لم تتآهل إيطاليا إلى منديال كتر روبرتو منسيني لا يجب أن يرحل عن تدريب المنتخب الإيطالي بداية خليني كمان أتكلم مع مشوارك كمدرب يعني أنا عارف أنك حقاة نجحات مع اليوفينتوس حقاة نجحات مع سبارتك موسكو أيضا حقاة يمكن في فترة مهمة جدا نجحات مع عيك أتنا في فترة من الفترات كان فيه مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع الأهلي المصري بداية عايز أعرف الأسباب التي خلتك تفكر أو توافق على العمل في أفريقيا وتحديدا مع النادي الأهلي بالنسبة لي عند انتهاء عقدي مع الفريق الروسي أحد وكلاء اللاعبين قام بإرسال السيفي الخاص بي إلى مدير التعقودات بالنادي الأهلي وتم العرض علي تدريب النادي الأهلي وقد كلتا سي كلتا نعم لأن الأهلي يعتبر أحد أعظم الأنبياء في أفريقيا بل الأعظم هذا ليس كلام على ورق ولكنه أرقام وحقائق والأهلي شرف لأي مدرب في العالم يدرب فريق بعظمة النادي خليه كمان أسألك هل بتتابع بطولة أمم أفريقيا وإذا كنت شفت بعض المباريات مين المنتخبات اللي لفتت نظرك ومين ترشحه لتحيي اللقب للأسف ليس لديه وقت لأتابع بطولة الأمم الأفريقية وأكتفي بالبطولات الأوروبية والإيطالية خلينا أسألك عن تجارب اللاعبين المصريين اللي احترفوا في أوروبا ومنهم طبعا النجم المصري محمد صلاح اللي كانت فيه محطة مهمة جدا في مشواره في الدوري الإيطالي رغم نجاح صلاح مع فيرنتينا أولا ثم روما ثانيا اللي إنه ده ما أغراش الأندية الإيطالية على أنها تفكر في انتداب لعبين مصريين آخرين من وجهة نظرك إيه السبب؟ أو كيف تنظر الأندية الإيطالية لللاعب المصري؟ هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه للسكاوت وكلاء اللاعبين لكن بالنسبة لمحمد صلاح محمد صلاح ضر مصي مكررة وأضر فريق سبارتاك موسكو عندما فاز ليفر بول 7-0 على فريق سبارتاك موسكو في كلب موسكو محمد صلاح لعب عظيم تطور في فيرنتينا ونشأ في روما وتطور جدا في ليفر بول لو كلمنا على الكرة الإيطالية مرة تانية عودة يعني الملف الكرة الإيطالية إزاي من الممكن من وجهة نظرك أنه الكالتشيو كمسابقة يستعيد مكانته كواحد من أهم الدوريات على مستوى العالم أو الدوري الأهم على مستوى العالم وإزاي الأندية الإيطالية تقدر ترجع لنفس المستوىاتها وتكون منافسة لأنديت إنجلترا أنديت أسبانيا أنديت ألمانيا على الألقاب الأوروبية الدور الإنجليزي والدور الأسباني والعديد من الأندية هم دوريات عظيمة جدا لكن الدور الإيطالي والكرة الإيطالية مرت بالعديد من المشاكل أتمنى أن تتخلص إيطاليا من المشاكل العديدة داخل أروقة الاتحاد الإيطالي وداخل الصحافة الإيطالية لأن الأجواء داخل جدار الكرة الإيطالية جدار سيء جدا إذا ما اتحد الجميع من أجل إيطاليا من أجل الكرة الإيطالية ستعود الكرة الإيطالية إلى الواجهة المرة الأخرى وسيعود الدور الإيطالي ليحتل مكانه بين الأفضل بل هو الأفضل بنوغة نظري لأن لدينا العديد من الأنقام هذا العام تابع القرى الإيطالية هذا العام أكثر الدوريات التي تم تسجيلها بها الأهداف لو كلمت معك عن المديرين الفنيين الإيطاليين سواء بيشتغلوا داخل إيطاليا أو خارجها يعني أسماء زي أنتونيو كونتي زي ماسي مليانو أليجري زي سبالاتي زي إنزاجي اللي بيقدم مستويات أو مرضوط قوي جدا مع الإنتر من المدربين الأفضل لو اخترت ثلاث أسماء على مستوى المديرين الفنيين الإيطاليين في التوقيت الحالي مني الثلاث الأفضل من وجهة نظر مسيمو كاريرا بالنسبة لي أفضل مدرب إيطالي بالطبع سأختار أنتونيو كونتي ليس فقط لأنه صديقي لكن أنتونيو كونتي قام بعمل عظيم أركامه عظيمة مع اليوفي مع المنتقب الإيطالي ومع توتني هامسة يصنع المكد أنتونيو كونتي هو أفضل مدرب إيطالي عامة خارج إيطاليا إذا أعرض عليك العمل في إفريقيا أو في مصر مرة أخرى هل يوافق مسيمو كاريرا على تولي مسؤوليته كمدير فني؟ بالتأكيد نعم بالتأكيد نعم سأتقبل هذا أود أن أقود تجربة أفريقية وإذا جئت إلى مصر سيكون أمرا عظيم في نهاية لقائي معك أطلب منك أنك أنت بداية تختار التشكيل الأفضل أفضل 11 لعب تتمنى أنك تتولى مسؤولية تدريبهم من الجيل الحالي في الوقت الحالي هم كثيرون هم كثيرون ولكن بالنسبة لي صعب من اختيار أفضل 11 لعب ولكن لا أريد أحد أن يفضب مني لأن أعلم أن هذا اللقاء يتم تدوله عبر الصحف العالمية وعبر القنوات لكن أنا أعشق كشباب ولكن بالنسبة لي صعب مستوى يمكن أن تكون الصعب من الجيش تدريبهم كيف هم يا أختيار أفضل أريد أن أعلم أعلم لا أفهم لا أفهم ما هو دعني من مركز حرس المرمى يعني تختاري من أفضل أفضل حداشر في تشكيل منتخب العالم من وجهة نظرك كنت أقول كورتواء كورتواء حرس المرمى تيبو كورتواء في حرس المرمى أليكساندر أرنولد ماركينيوس دياز مانشستر سيتي محمد صلاح إستيرنو تورونو فرنانديس وكليان مبابي اخترت هؤلاء لأنهم شباب وخاصة فينيسيس جونيور وكيميش وفودين ما اخترتش جورجينيو ولا فراتي رغم أن أي حد ممكن يختارهم لتنين في تشكيل الأفضل على مستوى العالم هم أختار جورجينيو لأن جورجينيو غالي جدا وشعره كبير طيب خليني أروح معك طيب هنخطب معك بالحداشر الأفضل في تاريخ الكرة على مستوى العالم أفضل حداشر لعيب جوم في تاريخ الكرة العالمية هنخطب معك بورتيري بوفون حارس مرما ثم كافو سرجو راموس باكيمين سرجو راموس باولو مالديني في الدفاع روبرتو كارلوس زين الدين زيدان نيمار وميسي وكريسان رونالدو ومهاجم نزاريو داليما رونالدو البرازيلي بالنسبة ليه الأفضل على مرة التاريخ مفيس مارادونا مفيس بليه أنا قلت لك من وجهة نزاري هؤلاء هناك العزيم العديد من العظماء في كرة الكدم لكن أنا أعشك الشباب وأعشك الأرقام لغة الأرقام وهؤلاء قدموا أرقام عظيمة جدا بالنسبة لرونالدو وبالنسبة لعيب بليه الأفضل في العالم مارادونا الأفضل إذا ما تحدثنا عن الأفضل نحتاج إلى إنترفيول أكثر من ثلاث ساعات ونتحدث عن الأفضل في العالم ومسيبه كاريرا نجم اليوفي ونجمه منتخب إيطاليا السابق أنا أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة ساعدت جدا باللقائك وأتمنى أشوفك في مصر ده كان لقائنا مع واحد طبعا من أكبر الأسماء في الكرة الإيطالية كلاعب مع يوفنتس ومنتخب إيطاليا وأيضا كمدرب الحقيقة اللي حقق إنجازات كبيرة مع اليوفي مع متخب إيطاليا مع سبارتك موسكو ومع أك أثنا خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مع ضيفنا دكتور وليد حديدي والكلام على أمم أفريقيا الكاميرون 20-22 ترجمة نانسي قنقر